يلا ويا يلا التاريخ بين كمامة الوقاية من كورونا وكمامة من نوع آخر يضعها الفاسد على وجوه العراقيين الباحثين عن حقوقهم بين الكمامتين موعد مرتقب تنزع فيه كمامات كورونا إذانا بتفعيل توقعات اتباع مناعة القطيع للتعايش مع الفيروس المستجد وهو ما يفتح الباب أمام الأفواه لتكون حرة بشكل أكبر سيما أنما بعد عيد الأضحى ارتقاب لتسارع الأحداث كمامات الفساد التي خنقت أفواه المطالبين بالحقوق ومنها الكهرباء باتت في أعين المتظاهرين في الساحات مجرد كمامات تحبسهم عن المطالبة بوطنهم وهو في أبها حلة وأن يعيش العراقي يومه بدون حر أو ظلمة أو صحة مأزومة الحكومة العراقية بقيادة رئيسها تقف على رأس الأولويات وترد على المستجدات الدموية بملفات تحقيقات تكشفها وزارة الداخلية بنتائج أولية لأحداث ساحة التحرير مؤكدة وجود مجموعات إجرامية خطرة تسعى لصناعة الفوضى عبر مهاجمة المتظاهرين من الداخل فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث يوم أمس في ساحة التحرير وطلب تقديم الحقاق أمامي خلال 72 ساعة الحل السحري الذي يبحث عنه الكاظمي لا يمكن إيجاده في ليلة وضخاها وهو القائل فكان واضحا بما تواجهه الحكومة أمام سحل الكهرباء إلى جيب الترهل الإداري والفساد المتراكمي منذ سنوات المشاهد الدموية هي الأكثر تصدرا في منصات التواصل الاجتماعي التي نزفت بفتيل غياب الكهرباء وارتفاع غليان المواطن قهرا على ما يعيشه من قيض الصيف وقيض الفساد معنا المواجهة الحكومية تبحث عن علاج جذري للمشكلة بعيدا عن التصيد بالماء العكر أنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في هذه المعاناة وأنا أنتظر نتاج التحقيق لللجنة التي شكلها مجلس النواب الموقر للتحقيق في كل الأخفاقات في ملف الكهرباء الأيام المقبلة تنذر بدق ساعة الصفر المرتبطة بحلول سريعة ينتظرها المواطن المحتقن أمام احتقان أصابات التخريب وركوب موج الفتنة كل ذلك يتسرع أمام مواجهة ثلاثية لكورونا والكهرباء ومحاسبة قتلة المتظاهرين